الذكر تستذكر أن المكان الذي تعمل فيه هو أحب البلاد إلى الله وأحب البيوت إلى الله وهو أول بيت بني لعبادة الله فهو محل العبادة وذكر الله عز وجل فالذكر هو الذي يجعلك تبتعد عن تلك الغفلة فلذلك مدرسة الحج تعلمنا هذا الأمر فلابد أن نتذكر هذا الأمر وأن نستعين بذكر الله عز وجل لنخرج من الغفلة فنستحضر معية الله ومتى ما استحضرنا معية الله ليس إنسان والله يستحضر معية الله معية الجلال معية العظمة معية استحضار الوقوف بين يدي الله واليقينية بهذا الوقوف بين يدي الله إلا وجد في ذلك عونا على طاعة الله ووجد في ذلك عونا على أن يتقن عمله كما يريد الله عز وجل إلا وجد في ذلك عونا أن يبتعد عن الغفلة فلا يفرط ولا يقصر ولا يتوانى في إنجاز عمله على أحسن صورة وأحسن طريق